ورود الفنية ونقاشات مستفيدة حول السبل الكبيرة بتحديد عرض نظام التكوين المهني بشكل أفضل يتناسب مع الأدوار البعالة المناطة به كرابعة للتشغيل وأداة ضرورية لتنمية قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة اختتمت ورشة العمل التشاورية المنظمة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني حول تحديد عرض التكوين المهني من أجل مواءمته مع متطلبات سوق العمل على المستويين الجهوي والدولي السيدة لاليا كامارا وزيرة التشغيل والتكوين المهني أكتت في كلمة لها بمناسبة اختتامها للوشة أهمية تعزيز قدرات القطاع الخاص والعام من أجل توفير حاجة السوق من العمالات الوطنية مشيرة إلى أن العروض التي تلقها المشاركون في الوشة ستسهم في تطوير الخبرات في هذا المجال أما سيدة كريستينا إيزابل سانتوس ومثلة البنك الدولي في بلادنا فقد أبرزت أهمية التكوين ودرورة أخذه بعين الاعتبار قانون العرض والطلب بمراعاة حاجيات السوق مذكرة بأن التكوين لا بدون يراعي في منهجه ومفتغاه تعزيز قدرات المكونين مجل تحضيرهم للمساهمة بشكل فعال لتطوير المهسسات الاقتصادية ويسعى قطاع التشغيل والتكوين المهني من وراء هذه الوشة إلى ترقية المهني وتعزيز دور القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الوطني هذا اليوم التشاوري شارك فيه العديد من المقاولين والمؤسسات والمنظمات المهنية زيادة على الشركاء في التنمية والمشاريع وكذلك أيضا المسؤولين عن قطاع التشغيل والتكوين المهني النقاش كان من مستوى عالي جدا وتم الخروج بالعديد من التوصيات التي من شأنها إن شاء الله وضع خريطة للتكوين المهني تتجاوب مع متطلبات السوق العمل الوشة المختتمة ستشفع بأخرى ذي كل من كيهيد وكيبة يومي الثالث عشر